عماد طبعاً حضرتك كنت مشرفنا في أهل رمضان أيضاً قبل أيام قليلة وحدثتنا عن آلة القانون واللي حكينا قدش أنها كمان مرتبطة بالابتهالات بشهر رمضان دائماً نسمعها في يعني كآلة شرقية في هذه التقوص لكن بالحديث عن الموسيقى السورية اليوم وحضور هذه الآلة وحضور الموسيقى السورية والتي كان لها أيضاً يعني عصر ازدهار هناك من يقول أن هذا العصر تراجع وأن تراجع حضور هذه الموسيقى كيف تراها أنت اليوم؟ طبعاً بكل العصر حتى بالعصر اللي كانت الموسيقى بتطويرها كان في عصر شوي مننقل إنحيطات الأغري يعني يعني هلا بعصر العمالقة كان في أغاني شعبية وحتى يعني يعني ما يعني نفسه الموسيقى عبد الوهاب جاء النقد عليه ببعض الأغاني تخيل يعني مثلاً الموسيقى دائماً بكل وقت بكل عصر لا بد لا يصح إلا صحيح بالتم هي الموسيقى الأصيلة الشرقية اللي هي اللي بدها تم يعني بي وقتنا الحالي يعني هدول مثل الأغاني فقعات تطلع فترة هلا كنا عم نشتغل يا طير أطيري صلى أكتر من ثلاثي أربعين سنة وكنا قبل شوي فيروزيات هدول صاروا خلاص دخلوا التاريخ بس هدول فقعات فرجيني أغنية طلعت هذيك سنة وهلا عم تتغن نفيش دائماً لك